تعرفون؟ بعض هؤلاء وسأسمح نفسي أن أسميهم الملتاثين ليسوا أقل من أن يكونوا ملتاثين عقولهم غير طبيعية نفوسهم بالحريغ غير طبيعية كفروا تعرفون من؟ حتى الأنبياء هل سمعتم بهذا؟ طبعاً كل دارس جماعات التكفير في القرن العشرين يعلم هذا وقراه غير مرة نعم هناك من جماعات التكفير ومشايخ وباللحة ويبكون في الصلوات كفروا الأنبياء يعني حتى النبي ليس مال عينه ويسمونه تعرفون ماذا؟ يسمونه التكفير اللحظي قال لك آه النبي ممكن يكفر لحظياً بس برجع بتوب بس برجع مؤمن يا سلام ما شاء الله عليك أنت ما شاء الله واضح أنهم والعياذ بالله واضح أنهم تبنوا دور الله يلعبون دور الله يحكمون حتى على النبيين الله أكبر يا أخي أنا لا أسمح لك أن تحكم عليه ولا على أخي ولا أختي من أنت؟ اذهب إلى طبيب نفسي لكي يحكم عليك يا رجل تحكم على الناس أنهم في النار وأنهم بقوا بسخطهم من الله وما وهم جهنم وبئس المصير بل أنت أنت معتل اعتلت بك صورة الدين والله العظيم والله يا إخواني الذي لا إله إلا هو أنا أقول هذا اعتلت صورة الدين الإميج صورة الإسلام في العالم اعتلت بهؤلاء أقسم بالله ولدينا في الأمة العربية معتلة والإسلامية بهؤلاء والناس لا يدرون أنهم يختتون على سموم وليس على أفكار هذه ليست عقائد ليست فقهاً هذه سموم سممت الروح قبل أن تسمم العقل أرواحنا مسممة عقودنا طبعاً مجتافة بالكامل ومسممة تماماً قال لك آدم كفر لما أكل من الشجرة كفر لحظياً وموسى حين ألقى الألواح كفر هكذا يقولون حين ألقى الألواح وفي نسختها هدى قالوا كفر لكن كفراً لحظياً لم يلبث ولم ينشب بعده أنعداء الإيمان ونوح حين قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قالوا كفر وبعدين لم ينشب أنعداء الإيمان تبّاً لكم لهذا الفكر تبّاً لكم ولهذه الضحالة لهذا الإجداب الروحي الأنبياء ما نجوا من شركم